السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله متابعين ونكملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله ناخد مع بعض الوقت تدريب أمفة قبلة رعا المفردات للوحدة الخامسة الدرسين التالت والرابع من كتاب المعاصر الصف الأول الإعدادي بداية من صفحة 250 شوز أخطر ذاك ركت أنصر الإجابة الصحيحة السؤال رقم واحد بيقوله هنا يعني هو بيكون سيء في إنجليش اللغة الإنجليزية هو هياخد إيه؟ في الصيف القادم هياخد إيه عشان يحسن مستوى في الإنجليزي كالشر هياخد ثقافة ولا أدفرطايزمنت اللي هو إعلان ممكن أنطقها نطقين ممكن أقول أدفرطايزمنت ممكن أقول أدفرطايزمنت ولا كورس هاخد دورة كده تدريبية أحسن بيها اللغة ولهوط الفندق طبعا يبقى أنا هاخد إيه؟ هاخد دورة تدريبية يبقى صول ذلك هو سوف يأخذ دورة تدريبية الصيف القادم رقم اتنين هي راحت لإيه؟ عشان تشتري الخضروات الطازجة هتروح لفين؟ عشان تشتري الخضار الطازج كاسل هتروح ليه القلعة ولا ماركت ولا تروح السوق ولا هوتل ولا الفندق ولا كامب ليه المعسكر أو المخيم طبعا هتروح ليه؟ ماركت هشوف إيه للعصير في التليفزيون هشوف له فلاج علم عملي له كده علم ولا طور ولا عملي له برج ولا różnych عملي للعصير الجديد إعلام في التليفزيون ول roses dictionary وهي الهدية التسكارية عملي هنا للعصير الجديد ده إيه؟ إعلان في التليفزيون يبقى يصو أنا شفت an advertisement أو advertisement إعلان رقم أربع نوعد is to sleep يعني معناها أنه ان انت بتنام for a time لفترة كده إنت بتنام كده الفترة من الوقت في خيمة يبقى انت فين بقى او بتعمل ايه كان كده يبقى انت في المعسكر ولا ليف يترك او يغادر ولا سوم يسبح او يعوم ولا كلايم يتسلق معناها انت تخيم او انت في المعسكر يبقى كان معسكر او يخيم رقم خمسة انذى لندن اي فعين لندن ذير واضع بيرفو النقط ايه موجود ايه جميل من اعلى او من القمة كده في عين لندن في الملاهي بتاعت عين لندن من اعلى مكان فيها ممكن نشوف ايه جميل هنشوف مشروع جميل ولا ولا نشاط ولا هدية اسكارية ولا احنا هنشوف من هناك من القمة منظر طبيعي جميل طبعا بنشوف ايه منظر طبيعي جميل من القمة بعد كده عندي هنا صفحة 251 والسؤال رقم 6 يعني ايه للاجازة الناس تقدر دو ان هي تقوم به او تمارسه ان يجبت ويكس اللي هي اسابيع ولا فيوز اللي هي المناظر الطبيعية ولا اكتفتز اللي هي الانشطة ايه هي انشطة الاجازات اللي الناس بتمارسها في مصر ولا سفونيرز اللي هي الهدايا التسكارية طبعا بيسألني على الانشطة اللي ممكن الناس تمارسها في مصر في الاجازة يبقى ويتش هوليدي اكتفز ايه هي انشطة الاجازات كم بيقول الناس تقدر دو تمارسها ان يجبت في دولة مصر رقم سبع نقط بيكون او بيكونوا حيوانات بحرية ودودة ايه هي الحيوانات البحرية الوديدة شاركس اللي هي اسماك اسماك الكرش حيوانات بحرية ودودة ودودة اسماك الكرش ولا دولفنز اللي هي الدلافين او الضرافيل ودودة ولا سنيكس السعابين ولا ويلز الحيتان يطرى مين اللي هي الكائنات او الحيوانات البحرية الوديدة اللي هي مش مؤذية بالنسبة للانسان طبعا اللي هي ايه دولفنز الدلافين رقم تمانية موجود تلاتين ايه في الفصل بتاعي تيتشارز تلاتين مدرس في الفصل ولا ادفنشارز موجود تلاتين من المغامرات في الفصل بتاعي ولا ستودنس ولا موجود تلاتين من الطلاب ولا رايز يركب طبعا موجود هنا تلاتين من الطلاب موجود تلاتين من الطلاب في الفصل بتاعي رقم تسع لما كده ازهب لقضاء اجازة او لما نزهب لقضاء اجازة ونقاط انهوضل في فندو وكان بدي عسكرة او خيامة استيد اقامة احنا اقامنا ومكسنا في فندو رد ركبة ادف يعني اضافة طالما احنا في اجازة يبقى احنا اقامنا في فندو يبقى ويستيد ان اهو تلقامنا ومكسنا في فندو رقم عشرة بعض الناس بتحب ان هي يعني ان هما يرسلوا اطفالهم بيبعثوا اطفالهم بيبعثوهم لمدارس ايه عشان ان هما يتعلموا في المدارس ديه لغات اجنبية هيبعثوهم لفين عشان يتعلموا لغات اجنبية سبورتز سكولز مدارس رياضية ولا لانجويج اللي هي مدارس اللغات ولا ارت اللي هي مدارس الفن او الرسم ولا ريليجيس ريليجيس اللي هي المدارس الدينية طبعا عشان يتعلموا فورن لانجويج لغات اجنبية طبعا هيبعثوهم الى مدارس لغات يبقاتو رقم 11 بيقول ده بيكون مبنى وير يعني حيثو تقدر ان انت تدفع مالا مقابل روم غرفة تسليب عشان ان انت تنان فيها لمدة ليلة كده او ايه او اطول ما كان بندفع فيه فلوس ننم في غرفة لمدة ليلة او اكتر ده ايه بقى كاسل هنروح ندفع الكلام ده وندفع فلوس فيه القلعة ولا كان بفيه المعسكر او المخيم ولا طور في البرج هنروح نحجز فيه غرفة ولا هوتل في الفندق طبعا ما نروح الفندق نحجز غرفة ليلة او اكتر رقم 12 يعني جزء كده من مبنى بيكون نيرو نيرو يعني ضيق كده وايه وطويل جزء كده من مبنى بيكون ضيق وطويل تمام يبقى ده تعرف ايه فلاذ الشقة السكنية ولا طور ولا البرج ولا كاسل ولا دي قلعة ولا كان بده معسكر ومخيم طبعا ده تعرف الايه طور البرج اي طور رقم 13 انوات اي سانثنج عبارة عن شيء ما يوباي انت بتشتري توريميمبر عشان ايه عشان تفتكر عشان تتذكر الاجازة حاجة بنشتريها وحنا في مكان كده بنقضي اجازة عشان نفتكر على طول الاجازة بتاعتنا اللي احنا قضيناها افيو بنشتري منظر طبيعي ولا بروجيك ولا بنشتري مشروع ولا سوفنير ولا بنشتري هدية اسكارية من المكان اللي احنا بنزوره نفتكره بيها ولا هوتل بنشتري فندق طبعا بنشتري ايه بنشتري سوفنير اه سوفنير هدية اسكارية نفتكر المكان ونفتكر زيارتنا ليه رقم 14 انوات يعني بيكون مبنى قديم ولارج كبير وفيه كمان ابراج ده تعريف ايه بقى تاسل ده تعريف القلعة ولا سكايسكريبر سكايسكريبر اللي هي المباني العالية جدا اللي احنا بنقول عليها نطيحات استحاب ولا هوتل ولا ده تعريف الفندق ولا هاوس ولا ده تعريف المنزل فيه ابراج طبعا ده تعريف الكاسل القلعة وبعد كده رقم 15 تقدر ان انت تتكلم مع اصدقائك عايزين نقول باللغة الانجليزية او بالانجليزي باللغة الانجليزية يبقى ايه طبعا اسمها باللغة الانجليزية وباللغة العربية باللغة العربية رقم 16 لما انت كده تذهب للتصوق يجب عليك نقط اللي انت تعمل قايمة كده بالمشتريط والحاجات اللي انت هتشتري لها يعني اولا اول حاجة عشان ما تنساش حاجة طبعا تعد او تجهز قائمة اسمها ميج الست يعد ايه قائمة للمشتريات ترجمة نانسي قنقر